السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من دورة انشاء موقع احترافي. في هذه الحلقة سوف نقوم بتصميم وتحميل البوتستراب وبداية تصميم وبداية برمجة الاجتماع الخاص بالموقع. اولا سوف اريكم الموقع الذي سوف نقوم بتصميمه. ها هو الموقع الذي سوف نقوم ببرمجته وتصميمه. موقع احترافي. بمعنى الكلمة. وموقع رائع جدا وانسيابي وسريع. ومتجاوب مع كل المتصفحات. متجاوب مع كل وجميع المتصفحات. مثلا هنا اه اه انضيد. بهذا الشكل متجاوب مع كل المتصفحات. حتى الانترنت اكسبران. اولا كل ما نحتاج فعله هو تحميل اه البوتستراب. عن طريق الذهب الى اه موقع اه الى موقع قاعد بوتستراب دوت كوم والذي تجدون هذا الربط اسفل هذا الفيديو. تقوموا بضغط على بعد 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 تحميل تقومون بفتح ملف وتقومون باخراج الملف نظف ديسكتوب. بالشكل نقوم بوضح جانبا وبعدها نقوم بتحميل برنامج اه سواء كان او انا شخصيا سوف اقوم باستعمال برنامج لانه برنامج رائع اتنا اولا سوف نطالع على ملف البوتستراب نجد فيها ثلاث ملفات نحن سوف نقوم باستعمال برنامج الشكل هذا هو الذي سوف نقوم بالتعديل عليه وايضا استعمال نقوم بانشاء ملف ونقوم بكتابة index.html بعد ذلك نقوم بسحب الملف ووضعه على برنامج الصعب الاندكس بهذا الشكل هكذا تم وضعه على البرنامج نقوم بفتح ملف الاندكس.html وبعد ذلك نقوم بكتابة الاكوات الاساسية للغة الهتعمال هي التي تقوم بتعريف المتصفح باننا نقوم باستعمال لغة الهتعمال بعد ذلك الهتعمال اللغة الاندكسية بعد ذلك الهيد الهيد اللغة الاندكسية ووضع التايتل مثلا نقوم بفتح البودي تاك واغلاق البودي تاك في البودي تاك نقوم بوضع سكريبت هنا عفوا هنا نقوم باتخاذ ملفات الجابا سكريبت الخاصة بملف البوتستراب نضع تعالى نقوم بكتابة سكريبت ثم هنا اس ار سي ونقوم بوضع جابا سكريبت هنا ملف الجابا سكريبت ثم نقوم باخذه الى bootstrap.mean.jss jss 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 واسفلها نقوم بوضع ملف الثاني وهو bootstrap.js سكريبت ادعونا نقوم بوضع ملف الثاني وهو bootstrap.js هكذا نكون قد انتهينا من شرح الحلقة الثالثة عفوا من دورة انشاء موقع احتراثي انا قررت ان اقوم بوضع فيديوهات قاسرة جدا لكي يستطيع الكل متابعة وحتى لا يعني حتى يستطيع الكل اكمال هذه الفيديوهات لا يتعب معها لا تنسوا وضع زر لايك والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب والى الليقاء